شهد الفريق اول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم ابطال القوات المسلحة الحاصلين على الميداليات والمراكز المتقدمة خلال البطولات العالمية والدولية والمحلية في الفترة الاخيرة بدأت مراسم الاحتفال بكلمة لللواء دكتور ماجد اللوزي رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة اكد خلالها ان ما حققه لاعب ولاعبات اندية المؤسسة العسكرية من انجازات مشرفة لمصر يأتي نتيجة للدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة لارتقاء بالمنظومة الرياضية وقام القائد العام بتكريم عدد من الابطال الرياضيين والاجهزة الفنية والادارية الحاصلين على العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة في مختلف البطولات المحلية منها والدولية كما قام بتسليم كؤوس البطولات الرياضية العسكرية التي تقام بين وحدات القوات المسلحة وأجهزة الشرطة وأشار الفريق أول صدق صبحي إلى أن الشباب هم وقود الأمة ومستقبلها ورمز عزتها وكرامتها يسعدني أن أرحب بكم جميعا والقوات المسلحة تحتفل بتكريم أبنائها الرياضيين الذين حققوا إنجازات وبطولات عالمية تستحق كل التجاز والتقدير ويشرفني أن أنقل إلى أبناء الرياضيين من رجال القوات المسلحة تهنية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتقديره للجهد الذي بدلتموه والتدريب المستمر الذي أعانكم على تحقيق الفوز بروح عالية في منافسات شريفة محققين الفوز والتفوق على الفرق الرياضية خلال التصفيات والدورات العالمية والإفريقية والمحلية والتي كان آخرها حصولكم على بطولة كأس مصر للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2014-2015 لقد كان لأبطالنا الرياضيين فيها السبق في النصر وتحقيق مراكز متقدمة وحصد للمراكز الأولى خلال هذه البطولات ومن هذا المنطلق أود أن أهنئ جهاز الرياضة للقوات المسلحة قادة وضباط على محققه أبنائه الرياضيون من إنجازات دولية وإقليمية ومحلية تبعث بالفخر والاعتزاز أكدوا بها قدرتهم على المنافسة وتحقيق الفوز والتفوق ووجه الشكر والتخدير لكل من أسهم في تحقيق هذا الفوز من مدربين وإداريين وأطباء ومشرفين كان لهم دورهم في هذه الإنجازات التي حققها أبطالنا الرياضيون من رجال القوات المسلحة حضر الاحتفال الفريق محمود حجازي رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والشرطة وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية ونقاد الرياضيين ونجوم الرياضة ترجمة نانسي قنقر